أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا دين الحق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد أمس تناولنا الفرق بين العين والحسن وتكلمت في هذه الحلقة عن أن القرآن الكريم تكلم في الحسن والأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمت في العين ومضت الحلقة على مراد الله وما أردت أن أسقل عليكم لكن في الحقيقة لابد من وضع بعض النقاط على الحروف بالنسبة لكثير من الناس فمن رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم الذين يلتقطون خيوط الكلام ويبحثون عن الحقيقة في كل ما نقول ومن يعني ابتلاه الله تبارك وتعالى بالجدال والمناقشة والمحاورة وأسباب ذلك قد تكون كثيرة جدا أنا شخصيا أعذرهم لكن الظروف والأحداث قد لا تمكن الواحد منهم من العودة إلى الحق يعني الإنسان الواعي هو ذلك الذي يكون رجع إلى الحق بسرعة فالعمر غير مضمون وقديما جدا يعني من بداية شغلي في مجال الدعوة كانت لي جملة أرددها حتى اليوم اللي ضامن حيموت إمتى يعمل اللي هو عايزه ويتوب قبل الموت بيومين بتلتة أيام بإسبوع بيوم بس خد بالك من مطلع الجملة لو أنت ضامن هتموت إمتى ومن عدل الله تبارك وتعالى ومن عظمة هذا الإله الحق إخفاء أو أنه خفى وقت الموت أن يكون الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره قد قضى أزلا بأن يخف علينا وقت الموت ويوم القيامة وأمور محددة وأصبح الإنسان بالنسبة لهذه الأمور لا يتكلم فيها إن كان واعيا ومع ذلك وحتى اليوم يطلع لك عنوان جريدة أو حتى على مواقع التواصل ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أظن الآيات دي اللي يطلب شرح ليها يبقى برضو زي اللي أنا بتكلم عليهم دول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيس وكلمة وينزل الغيس افتحها في كل أرجاءها وقتا وكيفية حتى اللي قال لك إيه يعني فيه ناس متخلفة حتى من باحثين المواد العلمية قال لك أمريكا اكتشفت وبتعمل أمر صناعي هي خذتهم القرآن أصلا هي خذتهم من القرآن الله الذي يرسل الرياحة فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوطق يخرج من خلاله هما بيعملوا إيه بيجيبوا طيارة تطلع تنأي سحابة ممتلئة بالماء يخبطها بهوى تمطر طب وانت طالع تقدر تاخد ميا بقى تحقن سحابة ولذلك انت لما المولى عز وجل بيديك علم بيديك بنسبة محدودة لا تخالف النص القرآني اللي انت خدت بالك من التعبير القرآني وينزل الغيس ينزل الغيس دي تبدأ الفعل ينزل دي ودي طبعا يعني أنا عايز أقول لك نقطة تتعلمها كلمة القرآنية مدار المؤدى لها لا يتخيله إنسان كلمة وينزل الغيس احنا فيه موضوع في الصلاة على الرسول معلقينه ومستنيين بقى الحلقات الأسئلة لأن كلمة يصلي مثلاً ككلمة شوف مدارها قدي إيه في القرآن كله هنا بقى وينزل الغيس انت كده بالنسبة لك انت لا تشعر إلا الناس تقول إيه التعبير الدارج الدنيا بتمطر حلو يعني المطر نازل قدي وينزل الغيس ده من وجهة نظرك انت لكن ينزل دي لها أبعاد في المناط في الدليل أن أولاً الله الذي قبل قبل الآية عايز أقول لك مؤدى الفعل يدخل تحتي أمور كثيرة جداً دخلة في الفعل الموضوع ده صعب جداً ليه انت فاكر الآية وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون قعدوا البحاس والشراح يشتغلوا في الآية وكلهم مش واخدين بالهم من نقطة واحدة بس وإحنا يمكن سنة 2004 يمكن قلناها هل كن دخلة في الإيجاد هي نفسي ينزل دي نفس الفكرة الكلمة الآية دي مؤدى المراد هو نفس كلمة ينزل ينزل أنت بتاخده أن المطرة نزلت لكن إيه العوامل اللي كانت قبل نزول اللي خلت المطرة تنزل هي دي بقى برضو إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسيبناهم يشتغلوا بحس اللغة واللسان والكلام والسلام وسألنا سؤال هل كن دخلة في إيجاد الشيء طبعاً وأنا عشان بس تبقى أنت فاهم لا تتعجل بالإجابة يوم ما سألنا السؤال ده أكتر من تسعين في المئة طبعاً أدام قال طبعاً من غير تفكير كده يعرف أن الإجابة غلط على طوال خد بالك كده من الآية إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن له يعني الشيء موجوده بدليل أنت معود عليه ضمير افهم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن يبقى كن دخلة في الإيجاد لا كن دي لا تتعدى اظهر اظهر للناس إنما هو عند الله إيه موجود إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له للشيء يعني يعني الشيء هو كن يعني اظهر فكل شيء ولذلك زمان لو أنت خدت بالك وطبعاً ردوا علينا والرد توقف كده على ما راح خدوا بالك يعني أنت بتقول دخلة في الإيجاد وتشوف أن يقول له كن يعني اظهر فتيجي مثلاً واحد يقول لك إيه الله الذي خلق الأشياء من عدم قال يعني عايز يبين عظمة ربنا ما فيش عدم في وجود الله كلمة العدم دي كلمة على فكرة زي كلمة المعجزة كده ما لهاش وجود لا لا أنت بتخلق من عدم ولا المولى عز وجل بيخلق من عدم فانت جبت العدم دي منين انت عايز تبين عظمة ربنا عظمة ربنا ألا يكون عنده عدم ودي الآية اللي بتبين الفكرة اللي احنا سعينا إليها بالسؤال بالسؤال هل كن دخل في إيجاد الشيء إن قلت لي آه فقد أخطأتها مش الرد التفكير لأن الآية بتقول أن يقول له شوف تركيب الصعب إزاي في الجملة إنما أمره إذا أراد شيئاً طبعاً أنت لما بتسمع إذا أراد شيئاً فبيتهايلك إن الشيء مش موجود أن يقول له يبقى موجود كن فيكون ده يكون لنا إحنا لكن هو بيقول له وهو مخفي عننا فلازم نفهم يعني إيه وينزل الغيث تقول ليش بقى بينزلوا المطر أمريكا عمل شافت يا عم ده هي أخذتها من القرآن بس أنا برضو بقول لك الطيارة اللي واخدها ريح تخبطها في سحابة محملة بالماء تقدر تاخد معها ماء وتحن السحاب هي ده هو ده الكلام الفكرة كلها في إيه إعرف أنت بتتكلم عن مين يعني إعرف أنت بتتكلم أنت تتكلم عن الخالق الأعظم سبحانه وتعالى ومن عدالة هذا الإله الحق أنه جاء في سورة المؤمنون مثلاً وقال إيه؟ فتبارك الله بعد ما استعرض إيه؟ أعظم مراحل الخلق فتبارك الله أحسن الخالقين شفت إله كده شفت إله عملك خالق فتبارك الله أحسن الخالقين بس أنت خالق من مكونات الوجود سبحانه وتعالى خالق الوجود نفسه فما تقولش بيخلق من عدم ده كلام فارغ الله تبارك وتعالى خلق وعلى فكرة برضو عشان ما يجناش بقى أسئلة وأجوبة زمان قبل ما نخلص البحث ده تسعة وتسعين ألفين كنا بنقول كده أن الله يخلق من عدم لكن لما اكتمل البحث قلنا إيه؟ ما تقولش كلمة العدم دي لأن لا عدم في وجود الخالق الأعظم وأنا زمان عشان برضو ما يلتبسش عليكم الأمر قلت إيه؟ أنا لو قالولي اعمل مكتب زيد ودخلوني قوضة وقفلوا علي أخبط عايز خشب يدخلوني الخشب أخبط عايز حد يساعدني أخبط عايز مش شكوش أخبط فأنا ما أقدرش أخلق أدخل قوضة وأعمل مكتب الحق تبارك وتعالى هو خالق الشجر اللي منه الخشب فأنت شوف بقى طب الشجر تكون إزاي؟ كيف تكون الشجر؟ كيف الزراعة؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ فإنت بتتكلم في حق الإله الحق خد بالك خد بالك علشان ما تدخلش في أزمة مع القرآن الكريم أنا مبارح سألت شوية أسئلة وسبت الموضوع وقلت ما تستفزناش عشان ما نعرضش للأحاديث وأنا عند وعدي مش هعرض برض لكن انتهت حلقة الأمس أنا بس بينتلك أن الحسد ضمنه الله القرآن أما العين فأبدا ما تتلمش عنها القرآن في حين أن هم عندهم حديث بيقول إيه؟ العين حق والله الذي يلاقي إليها غيره لو الحديث وقف عندي دي أنا أقول لك الجملة صحة لأن العين حق ما أنا بشوف أنا بشوف فالعين حق لكن العين حق بمراد الكلام في الحديث أن العين تدخل الرجل ده الكلام الفارغ بقى اركن بقى اركن 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 لأن أنا سألتك سؤال لو أنت جاوبته هتحل المشكلة تماما هل الكفيف يحسد ولا ما يحسدش طبعا المنطق يقول يحسد بعينه لا يبقى الحسد مش بالعين شكرا إلغي بقى حديث العين دي بس أصل لما آه طب تعالى بقى انت بقى اللي جيت قل لي بقى ميكانيكية أداء العين في الحسد يعني أنا لما بشوف الكاميرا دي يا تقوم الكاميرا مكسورة مش كده انت عايز كده انت عايز كده والله الذي لا إله غيره ما فيه كده أنا ممكن من غير ما شوفها لو أحمد يحكي لي عليها أحسدها بس من غير عين بس الحسد إيه هو بقى وأنا يعني طبعا مش عايز أسكل على شبابنا بس اللي بيصوروا واتعبهم معايا واجيب كتاب وافتحوا وطلع حلكوا كده لكن عايزكوا تبحثوا في اللي أنا بقوله ده تعالى على تعريف الحسد عند أهل اللسان عند أهل اللغة الحسد حتتحك دلوقتي انت نقطتين معروف معروف عن دي مين ده انت عندك طالب في ابتدائي وطالب في إعدادي وطالب في إيه والله انت فاكن لما كنت كل ما اشتغل في المواضيع دي بتاعة العلم اللسان دي أترحم على أستاذنا الشيخ محمد الشيخ الدكتور محمد عبدالله دراز رحمة الله عليه الراجل ده لقيت واحد في حياتي فاهم ان المعاجم اللغوية اللي هما بيقولوا عليها يعني ما لهاش علاقة بمعاني الكلمات خالص الراجل اللي وضع المعجم مش عايزة أقول أسامي يعني رحمة الله عليهم أجمعين وكلهم أنصفونا يعني كلهم وقفوا معانا بس وهم بيحط المعجم ما بيطلع لكش معنى الكلمة هو بيضبط الكلمة فقط إنما انسى الناس متصورة العوامي يعني ما احترامي ليهم كلهم الناس متصورة إنك لما تفتح المعجم الحسد حيقوم معرفه لك ما فيش كده ما فيش كده الحسد معروف الجهل نقيد العلم العلم نقيد الجهل بالزمة ده يعني أنا جاي لك المشوردة كله من مصر للعراق أو من العراق مش عارف للشام أو عشان تقول لي الحسد معروف أدي كتب اللسان تعريف الحسد اللي تقلقه كمصطلح شرعي غلط تمني زوال نعمة الغير اتمنى براحتك يعني واحد اتمنى زوال نعمة الغير إيه دي إيه بقى دي قاعد كده وتمنى زوال نعمة الغير السؤال عشان تفهم ميكانيكية الأداء إيه إيه اللي بيزول نعمة الغير لما أنا تمنيت زوال نعمة الغير إيه اللي بيضيع نعمة الغير يقول لك الشيطان الجن وأنا قلت لكم بارح تقريبا أنا ساعات بنسى والله إن أنا زمان عملت الفخ ده قلت له يا تطوع الشيطان بالأداء كان من السيد محمد لطفي واتبسط محمد وتمام التمام وهي مش كده أصلا لأن لأن اتطوع الشيطان بالأداء دي حاجة من الاتنين ما لهمش تالت يا إبليس ما قالش لربنا يعني بالبلة دي خالص بالتعبير للمصري الدارج إبليس ضحك على ربنا فما قالوش إنه هو هيعمل الحكاية دي يا إما قالو وربنا ما قالناش اختار واحدة من الاتنين والاتنين لا تجوز في حق الإله الحق فأنا بعيد السؤال النهاردة عشان بس تفهموا إحنا رايحين فين وجايين منين إيه مسألة العين والحسن بعد إذنك أعلم أهل الأمة يقول لنا بيتكلم وموافق على حكاية أحاديث العين يقول لنا ميكانيكية عمل العين إن أنا لما شفت اللمبة دي راحت مفرقعة دي ما بيتحكي لنا يعني أو لما شفت العربية اتخبطت أو لما شفت مش عالف إيه يا جماعة السكة دي انت ماشي عكس القرآن يعني حينما نعرض للآية آية البقرة مية وتسعة يعني عرضناها بسرعة بارح وأنا برضو يعني بعرض بسرعة على أمل حد من ولدنا يتكلم حد يقول مش فاهم ما فيش وأنا طبعا الوقت بقى دايق علي والحلقات بتخلص فأنا مضطر أعمل الحلقة دي النهار أنا كان نفس أسيبها لآخر الأسئلة وتلاقي ما فيش أسئلة جات عليها مع إن الآية دي تحل المشكلة وعلى فكرة ومن شر حاسد إذا حسد تحل المشكلة لأنه هو بيقول لك إيه ومن شر حاسد لو الحسد هو أداء عيني فقط كان سكت ومن شر حاسد لكن إذا حسد أي إذا تحرك بالفعل لإزالة نعمتك يبقى مش تمني زوال نعمة الغير تعمد زوال نعمة الغير أقول لك ده التعريف كده مصبوط شوفي إحنا إحنا تربين على إيه إحنا عايزين الجن هو اللي يعمل إحنا عايزين الشياطين هي اللي تلعب إحنا عايزين الكلام مش عايزين الفعل لا عايزين الفعل في الإيمان ولا عايزين حتى الفعل في الجهل يعني في موضوع الحسد يا جماعة ما فيش حاجة من غير فعل يعني أن أتمنى زوال نعمة الغير طب ما تتمنى إيه المشكلة ضرّة الغير في إيه الحسد إيه هو إن أنا اشوف حد ناجح وعطله ده الحسد يعني نفسي احكي لكم حكاية بس مش عايز حد يزعل مني يعني يعني طلبنا من احد اخوانا غير المبصرين كتاب واخسم بالله العظيم هذا حدث انا بتكلم على غير المبصرين طبعا عندنا ولادنا وتلمزتنا غير مبصرين وناس في منطقة الاحترام وانا شخصيا عن نفسي ليه اكتر من تلميذ يعني مكفوف البصر وانا كم احبهم وكم اثني على ان دي ناس ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم في هذه الحسة العجيبة في الخلقة ومع ذلك نجحوا في اعلى الدرجات ومنهم اللي بيحضر مستر ودكتوراه يعني الحمد لله رب العالمين طلبنا من احد الاخوة غير المبصرين كتاب وكنا مزنوقين جدا فيه وكات امتحانات على الابواب كانت تمهيدي ماجستير او دبلوما مش فاكر يعني فالاخ جزاه الله خير يعني قال ايه مين اللي عايز الكتاب فقالوا له فلان فقال بس ده مش معانا يعني قالوا لا ده منتسب للكلية يعني وهو ده خريج اكتر من كلية قال له هو من خرم الكليات دي كلها وعايز ياخد معانا كمان لصنصة اداب لا مش هديله الكتاب اخسن بالله العظيم او ده حسن وده وده راجل غير مبصر يعني قال لا مش هديله الكتاب ده بقى تسميه ايه حسن ان هو مش عايز انت بيقول بيقول ايه هو معاش اداد دي كلها وكمان جاي ياخد يجاي ياخد مصطر يعني كمان لا مش هديله الكتاب طب احنا عايزين الكتاب نصوره لان الكتاب من سنوات سابقة والدكتور حطه مرجع احنا هنصوره ونجر رجحه لك يعني احنا هناخده ثلاث ساعات وكان زمان الكلام ده على فكرة كان التصوير صعب والعملية صعبة والدنيا كده يعني فاحنا هناخده ثلاث اربع ساعات ونرجحه لك قال لك لا مش هديله الكتاب اخد بالك بقى ده لا لا يبصر وبيقول لك صراحة في وشك اهو مش في خياله زي ما انت عايز تعمل الحسد مفيش كده قال مش هديله الكتاب انت بتسمي ده ايه يقول لك اذا لا يا حبيبي هو ده الحسد الحسد ان يتحرك الحاسد بنص القرآن ومن شر حاسد اذا حسد اذا حسد فيتحرك لازاء الغير او ضرره او توقيع شيء عليه فلما تقول لي العربية تخبطت من نفسها دي قضاء وقدر مقدرش اقول عليها لا عين ولا حسد انما لما تقول لي واحد شفته بعينك رايح يعني يعني يكسر في العربية اهو ده حسد انا شايفه بعيني حوشه انا مبارح قلتلك هتأمن ولا متأمنش هتقرأ على البنك الاخلاص والمعاوزتين ولا هتقرأ الاخلاص والمعاوزتين في نفسك وتخط حراسة على البنك ان لم يتحرك المسلمون الى صحيح النص القرآني لازداد ضياع الامة الامة ضاعت اصلا شوف كنتم خير امة اخرجت للناس بصوا حال كده المسلمين ارجوكم لوجه الله القرآن يقول كنتم خير امة اخرجت للناس احنا خير امة دلوقتي والله الذي لا اله غيره لو قسم العالم الثالث اثلاثا لكنا في الثلث الاخير تكون احنا فرحلين بحكاية الدول النامية دي بقالنا مئة سنة نتكلم في الدول النامية نمية ايه هي فين الدول العربية او الاسلامية احنا لو قسم العالم اثلاثا احنا في الثلث الاخير في ثلث العالم طب القرآن بيقول كنتم خير امة اخرجت للناس ما هو انت لو شرحتها لك هتزعل مني ويمكن تشتكيني وتحبسني وانا طبعا ما يهمنيش الكلام ده اصلا وان شاء الله هنشرحها بس انت فهمت يعني ايه كنتم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وتنهونا عن المنكر احنا بنعمل كده الامة الاسلامية امة دعوة الان الامة الاسلامية النهاردة امة تهريب امة لعب فاحنا اضعنا النص القرآني بادينا وبالتالي بتضيع الامة ان لم يتحرك المسلمون لتوقيع النص القرآني وفهموا على مراد الله كما امرنا الله لا ازداد ضياع الامة الاسرائيليات عايز اتخرجك من النص القرآني في موضوع الحسد فعملت لك حكاية العيد وعشان تبقى انت فاهم ان احاديثي انا قلت مش هعرض له وانا عند وعد الا اذا اتكلم واحد قص الاحاديث دي في صحيح مش عارف ايه وصحيح مش عارف ايه مش هقول اسامي هنا هتكلم وهسمعكوا الاحاديث اذا كان ينفع رسول انا ممكن اقولكوا حديث واحد بس ان العين حق ولو في شيء يسبق يسبق القدر يبقى العين في نبي يقول الكلام ده بس مش هتكلم اكتر من كده في نبي يقول على قدر الهه الذي ارسله ان عين ده خد بالك حتى بنص الاحاديث الهابلة دي العين ايه ده انسان سيء صاحب العين ده انسان عادي يعني حد كويس الحاسد ده حد كويس فهو صاحب العين عنده حد سيء العين تسبق القدر بالزمة ده كلام يتقال في نبي رسول اصطفاه الله تبارك وتعالى يتكلم عن قدر الهه بالمعنى ده فاحنا في مأساة بكل معاني الكلمة مازال السؤال مطروحا عندي معروضا عليكم عشان ابقى منضبط في الاداء اللسانية عندي هذا السؤال مطروح اصلا لكنه معروض عليكم ميكانيكية عمل العين ميكانيكية اداء الحاسد بالمعنى اللي انتم تتكلموا فيه فالحسد عندي ان يتحرك الحاسد للازاء بايده او بايد غيره بامره الى اخر مثل هذه التعريفات هنا يستقيم النص القرآني وان شاء الله في الحلقة القادمة نعرض لآية البقرة مرة اخرى بالمفهوم اللساني ولآيات سورة الاخلاص والفلق والناس حتى تعم الفائدة علينا جميعا حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوقيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين اشتركوا في القناة